أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تستند إلى أسس متينة من الروابط التاريخية والشراكات الاستراتيجية المتميزة وأشر سموه إلى ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بمطار الصخير اليوم أخاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث نوها سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون المشترك بين البلادين الشقيقين على الأصعيدة كافة وأشار إلى الحرص الذي توليه مملكة البحرين بتعزيز التعاون الثنائي وفتح أفاق جديدة تسهم بالدفع بمساراته هذا التعاون وتحقق التطلعات المشتركة للبلادين والشعبين الشقيقين وقد نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتقدير أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء فيما أبلغه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنقل خالص تحياته وتمنياته إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار وأنه وها سموه بما تتمتع به دولة الإمارات الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة من مكانة رفيعة وما تواصل تحقيقه من إنجازات على مختلف الصعود لافتا إلى المبادرات العالمية المقدرة لدولة الإمارات في دعم مختلف الجهود التي تصب في خدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب مشيدا سموه بجهود سمو ولي عهد أبو ظبي في تعزيز مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة التي تشهدها الدولة الشقيقة في كل المجالات وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها على مختلف المستويات من جانبه أعرب اسم الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وما يليه سموه من اهتمام بتعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه